روح لك وين روح ببغداد مثلاً اللي هي عاصمة من عواصم الشيعة المفروض يحترمون إمتهم عليهم السلام يحترمون دينهم العقيل صنم راسها الكبرى مسوينا منو هذا بالله واحد حاكم ظالم قاتل طاغية كان وممن قتلهم سيد الخلق في زمانه أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام إمامنا الصادق هو هذا الإنسان قتله هاي الطاغية شون اسمه بالله أبو جعفر المنصور شم سوي له صنم صنم موجود على فلك خالي شون هم ثبتي أوتاد مرتبة مضبطي مضبوط صار فين عليه الدولة المباركة ما شاء الله مالتنا بعدما سقط هذا الصنم راحت أعادت بناء أو تجديدة وافتتحوا رسمياً وحماية أصنهم حط طولة فترة من الفترات والمنطقة أصنة التي بها هذا الصنم المنطقة كلها كلها سميت باسمه نسبة إليه زين وبصراحة إحنا ناس ما بينا خير صراحة إحنا ما بينا خير خلينا نعترف نحن أشباه الرجال ولا رجال بالنهاية أنطيك إياها لأنه إحنا إذا رجال بالفعل لو إحنا رجال ونحترم أئمتنا عليهم والسلام ما نبقي هذا الصنم ليلة واحدة يوم واحد أصنام صدام من بعد السقوط كلها انتفجرت وكلها انتفلشت كل التماثيل مال صدام كلها انشالت كل العراق طهرتوا من هذه الأصنام وقلتوا شنو هالصنم وسقط الصنم مدري شنو شو مجنو مشكلتكم مع صدام حسين التكريتي قتل أبائنا قتل أمهاتنا قتل أبنائنا قتل إخواننا صح لكم الحق في ذلك لازم تشيلون هذا الصنم هذا معلم غير حضاري صحيح زينو هذا الصنم اللي قاتل إمامكم الصادق ليش ما تشيلوا ليش هذا صار معلم حضاري من معالم بغداد ليش هذا صار نصب تذكاري ولازم يبقى بمحلة شنو السبب يعني السبب أنكم ما أوادم أنتوا اتغيرون على أنفسكم على أهاليكم على أعرافكم وماعدكم غير حقيقية ليأمتكم عليهم السلام ماعدكم ولا هذا الميدان يح ميدان يلا راوينا شنون ساكتين إلى الآن يعني معقول من 2003 إلى الآن صح أكو هناك وناس رجال جزاهم الله خيرا أخذتهم الغيرة ما أدري سنة 2006 يمكن راحوا وفلشوا هذا الصنم ما الدوانيقي لعنه الله أبو جعفر المنصور هذا لعنة الله عليه فلشوا السنة اللي بعدها اللي وراها أيام حكومة المالكي راحوا وشنو أعادوا تجديدة وبناء من جديد وليش طيب أحسنتم وشنو هستمنوا من البكرية يهتم من هذا ولا شنو هذا خلي ولي ستين داية اللي تاخده شنو اللي على يعني شي مو طبيعي احنا في زمان كئيب إذا هكذا نتعامل مع إمتنا عليهم السلام وين نشوف خير ليش هذا باقي إلى الآن وغيره ليش باقي إلى الآن الرافضة معلنا بالبقية الرافضة ليش إلى الآن ساكتين ما يتحركون والله ما أتري يكفي فقط أن ينظر إليكم الصادق عليه السلام من عند العرش الله ما صلي على محمد الله ما صلي على محمد الله ما صلي على محمد وعجل ضرجه وعجل يعني تدخل السرور على قلبي إمامك الصادق وهو هناك عند العرش ينظر إلى الدنيا يقول والله زلم أنتوا طلعتوا أنتوا بالفعل أتباعي أنا بالفعل إمامكم لا طلعتوا زلم بالفعل يعني يجي منكم خير أما صراحة السكوت هذا المطبق وهذا يعني بقاء الأمور بهذه الطريقة هذا غير معقول نحن مقصرون أمام إمتنا عليهم السلام وما نقدر نتذرع ونتحجج نقول هذا ليس في قدرتنا البلد بلدنا شيعة شيعة أكثرية بهذا البلد إذا بلد مو بلدنا لازم نسوي هذا شيح نخد عرضنا لكم أمجاد وصفحات الصفحات التاريخية المشرقة من الشيعة في تلك الأزمنة وين وصلوا الحكم مبيدهم هم تحت القتل تحت الظلم تحت الإرهاب مع ذلك ما كان يسكتون وكان يأدبون إلى أن وصلوا إلى سياسة النعال وسياسة الأرطال وكان المخا الدولة كانت ترجف منهم الدولة إمبراطورية الأموية العباسية كانت ترجف منهم الواحد من جلاوزة بن العباس جيش عندهم بن العباس عرضت لكم شيعة بغداد القدماء لما كانوا رجالا لما كانوا رجالا بغداد في تلك الأزمنة زمان العباسيين تخيل هم يذكرون هم يذكرون هنا في تواريخهم ارجعوا تواريخ حتى أهل الخلاف كنت أنقل لكم بالمصدر بلد مجلد بالصفحة الجيش العباسي الأمن العباسي الجلاوزة ما كانوا يمرون يتحاشون المرور في منطقة الكرخ الشيعية في بغداد يخافون يقولون إذا مررنا بهذه المنطقة وسمعونا نترضى على أبي بكر عمر نذكر عائشة نذكر مدرمنه يحطمونا تحطيمة ومر من المرات جربوا كتيبة من الكتائب الأمنية مرت وأصرت على استفزاز الشيعة بأن ما أهانت إمتهم انتبهوا ذكرت أبا بكر وعمر بخير وإذا بالعصي والحجار ومتنهال عليهم يضربوهم ضرب اللي بعد قالوا توبة من كرر اعتقلوا منهم ذبحوهم منهم بس قالوا لا أبدا إحنا ما يشرفنا في محلتنا في منطقتنا تذكر هذه الأسماء النجسة ما كان يسلمون أما في هذا الزمان إحنا مو قرار شخطة قرار تجي من الحكومة على طول نمتثل ترجمة نانسي قنقر